بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته تتحطيه كوجبة رئيسية في البيت ولازم اللي هو على أقل خالص هو طبعا بيبقى موسم متاعه الأيام دي تفقريت نقطر منه القلقاس ده حاجة مفيدة جدا جدا للجسم حاجة مفيدة جدا جدا للقولون العصبي أعتقد فوايد كتير جدا يعني بيقولك بينظم مستوى الكوليسترول في الدم يقول أسنان حلوة جدا للناس اللي عندها مشكلة في العزام حلوة جدا لمرضى السكر لأنه بيساعد على أن تسس السكر بالدم ويزبط معدلاته في الدم بيطهر الفم والجسم شكل جميل جدا وآه ممكن في ناس بقى تقول يقولك ده بيجي الانتفاخ وبيعمل شغل بس الطريقة الأكل اللي احنا بنطبخها بيها اللي هي من قطريش التومة قوي والطشة والحاجات دي كلها حاول تهدد دنيا شوية كده لأن فعلا القاس ده قيمة غزائية عالية جدا فهنعمل منه 3 أصناف ونتكلم عن فوائده ونزلوك الفوائد متاعته ورده وإحنا شغالين على الشاشة إن شاء الله هل سألنا طبعا أي أسئلة أو أي استفسارات على أرقام التليفونات اللي ظهرت قدامك على شاشة وعن طريق الرقم الدولي اللي بيظهر قدامك إحنا بنتكلم دلوقتي عن القلقاس هتجيبه وبعد كده أبدأ اللي أنا أقشره بعد ما يتقشر بمسحه بمنديل أو بفوطة وبعد كده أبدأ اللي أنا أطعم كعبات وبعد كده أبدأ اللي أنا أقعف مياه دافي ده اللي عايز يخزن اللوقاس متاعنا بعد ما أشرته زي ما اتفقنا بجيب فوطة وبمسحه عشان الماء لو في مادة لازجة وأنا بقطع بس عشان وأنا بقطع بس الموضوع إيه أعرف اللي أنا أتحكم في اللوقاسها نفسيها وبعد كده بقطعه مكعبات عندك حليني اتنين أو طرقيني اتنين البلانشينج اللي هي اللي أنت تحطي الحاجة بمياه سخنة وتحطي فيها عصي اللمون وسينة بيكوربناط وحاجة بسيطة جدا بينها عشان اللون وتنزليه بالزبط دقتين اتنين وتطلعيه وتحطيه في مياه تلج وبعد كده بتشليه وتنشي فيه كويس وتحطيه في الكياس وتدخليه عندك الفريزر أو عندك طريقة تانية اللي أنت حضرتك بتجيبه كده المياه دافية بتحطيها في بولا تمام وتقوم يحط عليها عصير لمون تقوم يحط عليها عصير لمون لو عايزة تعملي كده وتجيبه عندك الأسايا زي ما اتفقنا بعد ما قشرناها تقطعي كده بالطول الأول أيوة تمام أهو يعني يفضل بقى وانت بتقطعي اللي انت تخلي بالك من الأحجام يعني تخلي الحجم كله واحد ما تحاوليش اللي انت بص يتلاقيه كله الحجم واحد ده أم حاجة المكعبات نفسها تم واخدها دي بالطول كده وبعد كده بالعرض وتقطعي مكعبات أهي نفس الكلام كده وبعد كده كده أهو حاولي تخلي المكعبات كلها تكون حجم واحد بعد كده بقوم جايب زي ما اتفقنا زوب بشوية لمون في المياة الدافية وابدأ اللي أنا أخد القلقاس بتاعنا يبقى أنا قلت لك طريقتين اتنين لإما طريقة تحط المياة السخنة على النار تحط سينة بيكوربوناتو أو للناس اللي عايزة تخزن لقلقاس حاجة سهلة جدا وممكن على فكرة تخزن السلق معاه بس السلق اللي تخزنيه من غير توم برضو السلق بيبقى لو موسم شتوي برضو أهو بص بيجيب كده أهو حاولي تقطع كله على نفس المقاس متحاوليش تعمل إيه وحدة تخينة ووحدة رفيعة يبقى كله نفس المقاس والمكعبات في الآخر عشان الموضوع السوا الساعات وإحنا بنأكله القاس نلاقي واحدة مستوية قوي وواحدة نشفة قوي عشان موضوع التقطيع فلازم تخلي بالك اللي هو كله يطلع مقاس واحد بعد ما قطعناه بنعمل إيه بقى اللمون اللي احنا بنحطه ده والمية الدافية ده بيشيل المادة اللازجة اللي فيه اللي فيه القاس نفسه بقوم واخده كده وننقعه في المية الدافية وعصير اللمون وعايزة تحط السن تخلي معاها ما فيش أي مشكلة تمام؟ طيب بالزبط خلاص هيتلاقي المادة اللازجة أصلا طلعت فين في المية هيتلاقي ديك كده في المادة اللازجة موجودة في الجلافز اللي أنا لابسه بتقوم مصفيها وتخلي الحركة دي تعملها مرتين اتنين كمان بس ده اللي عايز يخزن بقى كمية كبيرة يجيب مية دافية وبتاعه وبعد كده يصفيها بساعة حط المية دافية تاني وعصير اللمون مرتين اتنين كمان وبعد كده يقوم واخدها وينشفها كويس جدا سبا تبرد وتقوم واخدها حطها في كيس وتبدأ اللين تتي تحطيه عندك في الفريزر ترجمة نانسي قنقر